كانت عندها شجاة باش حلف تفتح هاد الميل فات نفتخروا باتشي ماشين لا ماشي بفات هادو الأغلبية تابعي الأحزاب ناتا المشكلين للأغلبية نحليكوا نعطيك أمثلة سيدي الحمولي نعطي أمثلة فريسي نعطي أمثلة ديالكو لا حالة بينا نخضروف هاد الخضية ديال المحاكمات محاكمات هادين موضوع آخر محاكمات جميع الأحزاب مست فيها من خص هذه المحاكمات ولكن المحاكمات ديال هاد الحكومة يعني أن محاربة الفساد مخدوشها بحكومة شعار ولكن هاد تطبق محاربة التعداد على الأرض الواقع من يكتجر أي واحد يكتجر المحاكمة يعني أنها عندها استعداد مكرر القاضاء أي حكومة شاهد قبل قليل الفيضانات ديال الشرق والجنوب الشرقي طبعا الحالي هذا الأمطار كانت عندها مسائل إيجابية لمنطقة للشدة يعيسانة والطويلة من الجفاف وكانت كذلك خسائر في الأرواح وفي الممتلكات تبغيت أنا في دقيقتين لكل المتدخل منكم كيف تقييم التعامل الحكومة وصلت مع هذا الملف هذا الشعيد نتأوض منطقة والزيقور أولا كما قلت الأمطار ديال الخير التي تهتط على المنطقة كتوضع واحد لحد الواحد الجفاف وكتعطي أمل للسكينة بأنها ما ترحلش المنطقة ديال الشنوب الشرقي عندها طبيعة خاصة كلها هي منطقة ديال الواحات والتي تعرفتها شاشة كبيرة ما حصل اليوم هو أن أمطار طفانية عرفتها فوق تقاصير والتي أعطت خسارات مهمة اليوم في جماعات الجماعات التي تقونيت في إقليم زاقورة كانين كتر من 400 دار الناس اللي بقوا بيدون مأوة في دوار بني سبيح أو بني هنيت في تمالي كانين 150 دار كانت تدخل عاجيل ديال السلطة المحلية وديال الجهات المنتخبات والتي قاموا باللازم اللي ممكن بها وفك العزلها ولكن في الفاعل الحكومي اللي كي طمأن مكنش ولا فاعل حكومي واحد تحرك وزير الفلاحة وقف في رأس الجبل في ورزازات وقدم 40 مليون ديال الدعم قدم 40 مليون اللي ما شفش الخسائر الخسائر اللي شملت المجال الفلاحي في المناطق ديال تطا والمناطق ديال الرشيدية والمناطق ديال تينغير والمناطق أكتر من ذلك بكثير كانت الغاية هو الحضر ديالي ولكن الرماد لي ما هو متعلق اليوم بالماء الإشارة لأخرى هو أن الاستثمار اللي كان في هذه المناطق ما كانش نهائيا اللي عندهم المستقبال لا في الماء أننا نوجدوا بنية تحتية اللي تستقبل الماء على مستوى السدود تلية والسدود الصغيرة والعاتبات لأكتر من ذلك اليوم ضياع واحد الملايين نحن في حجل الماء وضياع واحد الملايين متر أمطر مقعبة ديال الماء اللي ضعت لأكتر من ذلك هذه مسؤولية هذه الحكومة فقط ولا مسؤولية أنا كنقول اليوم المشكلة فين عندنا عندنا اليوم تتمين بعدها ما يمكنش ما حاصل اليوم في هذه المناطق كلها هذه الأكتر من ألف منزيل الناس ناس بيدون مأوى اليوم وحتاش يمسؤوا الحكومي ما تتحركش باش أنه يخل كين ما يمكنش يكون إعلام عمومي ما عندوش القدرة أنه يمشي يشوف هاد المواطنين المطرق في العراء اليوم في المواطنين ساكنين في الجوانع ساكنين في الدور ديالقبيلة ساكنين في مقرات الجمعيات ولأن طبيعة الجانوب الشرقي حتى ما تيخرجوش يشكيو حرام بأننا نتعاملوا دائما بهذه العقلية ديال المنطقة التقافية يستغلوا هذا الطبيعة التقافية ديال الناس أننا نخللهم بذلك الطريقة غير مخبول الأكتر من ذلك ما يمكنش اليوم يكون عندك صندوق ديال الكواليد صندوق ديال الكواليد رهما ديال باش يكون جاهز التدخول سريع تدخول سريع باش أننا نمشي ونقبلوا الناس لأن ينتفقوا عليها جمعاتا إذا بالنسبة لنا اليوم الحكومة مطلبة بتدخول عاجل وسريع وضع وضع سوشو كي يقول بناد شي كله ما سخرش لا لا أنا بغيت سيلا سباح تليسي جامعة نفتح واحد القوس على واحد الكلام اللي قالوا السي الحموني ولي ما عدنا فيه أحد الشي ديال أننا نبدأ ونقلبه على اللواه المؤشر طلع على اللواه حصلا على اللواه شوف الأرقام تتحدث عن نفسها مؤشر ولا كينحالات ولا فئات إلى آخره اليوم الرقم ديال سينيسيس لفيغمون ديال سينيسيس نهار 28 أوت هو ثلاثة فاصلة سبعة واربعين شي حاجة تلاتة مليون فاصلة سبعة واربعين مواطن مغربي اللي توصل بالدعم ديال مليار وتسعينية وخمسسين خليلي نكمل خليلي نكمل وانت خليلي نكمل إن نجتم من جايم من جمع achieencer من جايم تعدائهم إنه incorrect ي prejudice هو أنا لا تتكلم عن موضوع اليوم هتح Alison الق两 Rebecca لا تتكلم عن الموضوع اليوم لكن sung this incredible لا، أنا لا تتكلم عن الموضوع اليوم لا تتكلم عن الموضوع اليوم سنكون توجفها غير أنكمل هذه الفكرة سوف أحضر الحديث ولكن فيها بس نبيع York هذا alcanz أنا استمعت ليهم وسكنت تهضروا أنا فتحت هذا القوس إلى هذه النقطة وبغيت نقول هذه الحزازات وهذه كل مرة تجبت على هذا الشيء راه فئات معينة الرقم لا راه موجود وهذا وهذه الحقيقة وهذه الواقع كامل واضح 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 الفيضة أولا هذه فرصات تحناية أننا نترحمون جديد وترحم على ضحايا الفيضانات ونتأسفوا الناس اللي كانت عندهم الخسائر ولكن نبدأ أيضا أنه هو بتدخل ديال السلطات اللي تعبأت وتحركات وكانت نشارات إدارية قابل وكانت الحواجز من بعد وكانت تدخلات آخرية الفاعل الحكومي اللي ما شفتها وش حالا شفنا حنا شفنا على مثال سيدة وزير الفلاحة اللي يمشى الورزات وتحصت الخسائر وعطى واحد الغلاف مالي مخصص لهذه المنطقة هذي في ورزة سات بطبيعة الحال هاد شي سيؤمام وللحكومة هاد شي راتت تعابل بها وطبيعة ديالت عاملها أولا انحمد الله على هاد اشتليجاتنا ويعني اللي في الحقيقة استشفيت من واحد اللي قلتيها سي شهيد هو أن كاين واحد تأخر في سياسة السدود وهذا التأخر هذا وش تحسبو لنا تحسبو الحكومات السابقة والناس اللي كانوا مسؤولين على هاد القطاع اللي ما داروش هاد السدود الصغيرة والتلية هاد السدود كان ممكن تعتقل أرواح وكانت ممكن تخلف الخسائر يعني تحدي من الخسائر والعكس من ذاك الشي يعني السلطات راها معبأة ودخلت قبل وهذا الشي يعني يعني هاد الشي وحتى الفاعل الحكومي را كاين وغادي جي وكاين نظراء وكاين الواحد مهمة وعني وكاين واحد النوع من من الفراح من مناطق المغرب الشرقي مناطق الأطلس اللي كانت شدات واحد الدعم في بعض في بعض في بعض المزروعات اللي هادك الدعم وخاطحي يعني تقلع ذاك الشي داك المزروعات راها باقي غادي تستفدوا من هذا الدعم خليس شمار سي تويز أنا فيما يخص الفيضانات كالإخوان بنترحموا على ضحايا هذه الفيضانات اللي هما في الواقع مشيقلال كمستاش ضحية على ما أظنوا أكثر وكذلك نفرحوا على أن هذه المناطق اللي في الواقع اللي نقوله اقترار ربعين عام هذي ما شافت هذا الشتهد نشتهد كيف مكان الحال ياخير على هذوك المناطق في الواقع لابد الحكومة ما يمكن شيء نقوله على أن ما كنش تدخل كين تدخل فيما يخص المحلية أولا أي الصوتات المحلية من جماعات مجلس من الجهة من كده إلى خير يقدامي من العمالات اللي كتقوم بالإحصاء وبالتالي لا أظن أنا أن أغدى ولا بغداد لا يكون شيء واحد من البرنامج متفق مع السيئة عدراحيمة أن يكون واحد برنامج ديال الحكومة فيما يخص هذا الموضوع ديال إعادة إسكان هذوك الناس وإعادة كذلك في النساء يكون عنده إسكان ويكون مناطق الفيلاحة لا أظن على أن الحكومة لا تدير هذا الشيء يدير كتسنة يكون عنده الإحصائيات الكاملة ويمكن غدى في المجلس الحكومي يمكن أن يخرج بشيء قرارة فيما يخص هذا الدعم وإحنا كنعرفوا على أن بلادنا مواطنين في ذلك الناحية متفق مع المواطنين كنصبارين وكان شفنا على أن هذا التضامن الذي كان في الحوز أثناء الزيال الحوز نفس التضامن نفس التضامن الذي يشفونه فيه بين السكان ديال منطقة اللي نتمنى وإن شاء الله غدوا البغداء بش يمكن هذه الإمكانيات هذه الإمكانيات تصل لدوك المناطق في أسرع وقت ممكن ساهموني حقيقة نحمد الله على هذا الشكل اللي طاحت لأن هذا خير ديال الله ومن بعد ما يضيقها ويوسعها المسألة الثانية نريد أن ترحمه بدوري على الضحايا ديال الفيضانات هذه التساقطات اللي نزلت بحقيقة يكون عندها أمور اللي هي إيجابية اللي ستغني الفرشة المائية السدود اللي ستتبلع هذا كل شيء مزيان المسألة الثانية لأننا بديتك أن نسمع الحكومات السابقة أنا قبله فأشهد رجوش ديال الأغلبية قلتك هذا إنجاز ديال الحكومة بإيجابية وسلبيتة أتأكد تتساءل حيث بتجمع الوطني ما كانش في هذا العشر سنين يويا عشك تقولوا هذا واردناه وكتشد المالية وشد الاقتصاد وشد الفلاحة وشد ومنك تكون شي حاجة مش القطاع ديالكم كتتزهربوا ستعترفوا بأنكم شربتوا جميع الحكومات وكنتم مسؤولين كنتم مسؤولين أنا كنت تحدث بالواقع نتحمل مسؤولية جميع الأحزاب جميع الحكومات فهذا الشيء اللي وقع هذا لأن اليوم من يأتي الزلزال يكشف طاطا ويكشف الحوز ومن يأتي الفيضانات كانت تكشفه كل حقا ما عندهم مش طرق وتقال منتخبرة دائر الأسئلة ودائرين ولا ينتبهوا بش الحكومة وماذا تنتظروا بيقلي بولمان وجرادة تأتي الفيضانات والزلزال ستنتبهوا الحكومة رأي الأسئلة عندي 640 سؤال على أقالب لا ينتبهوا نهارا يأتي الفيضانات كانت تحملوا بسؤولين الفيضانات بالفوارق المجالية اللي هي واقع اليوم كان مناتك كبيرة في المغرب خاصة الحكومة تنتبه لها نحن كفائلين كمنتخبين نقوموا بدورنا لكن الحكومة لا تسمعنا والدليل أن رئيس الحكومة جوج مرات قال كلامكم يدخل منه و يخرج منه قالها في جلسة دستورية في جلسات نحن كنواب كانوا صغيرهم السلطة تنفيذية كما يكون الحزب أنا كندفع لي قريب في المعارضة أو في أغلبية سوف ندافع على هذه المغربة المهمة أخصهم يتلبون أعطني الوقت أراني يحسب سركات أعطيهم هو حاسب لا تحسب إذا أنت جايب بني لا أنا حاسب لا شوف إلا واحد غير يأخذ وقته لا أغير بلاتي بلاتي لا سمح لي عشان التواني السيشوكي والسيد رئيس الحكومة قال لنواب الأمة بأن هذي كلمة تقولوا يدخل منه لا اسمع لا اسمع لا أعطينا لنزيدوا سيشوكي راشيد لا نعرف مع المغربة أرسنا نقولوا له الحقيقة حقيقة كاملة لا ما قالها لا قالها في سياق المعين في سياق المعين في سياق المعين كان فيه يعني شاطط في استعمال واحد اللغة وكان وفيه واحد الكلام اللي ماشي فيه التهجم هذا شيء هو اللي قالوا في سياق المعين لا يتعرف 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 النقطة الثانية اللي بغيت نطرح هو نحيي السلطات العمومية والمنتخبين المحليين اللي تدخلوا وتضاموا دي السكان بغيت نسجل غياب ديال الحكومة ما يقول لش وزير في حكمة تدير وفد ويزاري تمشي توقف معدوك الناس وتحسيل خسائر وتخرج بالبالغ ما هي الحكومة وماذا هي إداعا وتعطينا غير النشارات نحن كمعارضة كمعارضة كنا تقدمنا بمقترح ديال الجبل بالحكومة لا أريد أن تتنقشوا معنا لأن هذه المناطق ستتعامل خاص لا يوجد من المناطق الجبلية وهذه المناطق تمييز الإيجابي تميز الإيجابي المسألة أخرى استفزتني أنه كان نشاط في أقادير وكانه محتار موش لأنه نبتعد في تقاليدنا الحزن يلغي الفرح ويمشيوا بمفابشة ويمشيوا ويزوروا ذلك الناس تتكلم عن تجموع تجموع نفس الشاباب لأنه نفسي أنا مشي ضد الغيناء أنا مشي ضد الأخر ولكن احتراما ذلك الشعور وانا كنت كان فضل هذه الشابابات ويمشيوا لتمن عندهم منطاطا ويواسيوا الناس أحسن عندك؟ هذه الشاباب أرى أن تسعقل لا 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 يخليك لا يخليك شوف واش بغيتو الويصاية على الشباب. على على التنبهورات الفرح ديلهم. على الادواق الفنية ديلهم. لا اسمحلية. انت عرفتهم شنو درت? عرفتلمجتمع دلمدني اللي قريب من تجمع شنو در? انت عارف. انت عارف التجمع الوطاية. اللي عارف انت عارفوا في في الدائرة الانتخابية ديال. شوف انت عارف شنو عارف انت شنو الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك الله يخليك هذه نقوله حقيقة كاملة المغاربة المغاربة ما تتقبلوش الوصاية في الفارع وفي الغناء وفي الأضواق الفنية ديلة ومن عند تشي واحد وهذوك الشباب شنو بغيتهم يديروا ما يفرحوش في عرسهم بغيتهم ما يفرحوش سي جمع أنا نبغي باش نتقل في الموضوع ونتبقوا فيه في المسؤوليات اللي كشفاته ما حدث في المناطق ديال الواحات اليوم والمسؤوليات لمؤسساتها هو أن في بلدنا قينا وكالة ديال الواحات ومناطق الأرقان اليوم اللي حصل ما اللي كان نقوله الاستثمار العمومي اللي تدخخ في هذ المنطقة فينو؟ شنو دارت مؤسسة بهذا الحجم الحماية الواحات اللي كانت قبل شهر الله سبحانه الله وصفة الأمطار باش أنه ينقطوع أقلت الأمل ولكن الاستثمار العمومي اللي تحدثت له سيد رأيت وجدار كان فرUD عدى خصوصية الواحات نتقلم مش نعموه الكيلاء كنت احرك لأس لريك أحتك وحد المثال قبل quella وسبوعين كنت أتذكروا كان واحد صد تبناء على ما شاهد مدية كولميس بيدوا صد فاسك فيه المساهمة للحكومة السابقة مش مديةشرفة لأفيليا like من حزب تقدمون الشراكية فيه دي أبو سعيد اللي كان وزير المالية فيه دي الرئيس حكومة السابق وفيه كدلك تتبع دي الحكومة يعني هذا مشروع وحمى مالية تقميم الفيضانات فهذا نموذج اللي اقصنا أنا فيه تقديري أنه هذا نموذج نجح نجح في السابق اللي اللي حد لا 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 كنت تكلم عن السياسة المائية الدرس تباقية وكانت سجد مهم مفتريقها ما التواكبات لمدة طويلة وفيها مسؤولية مشتركة اليوم تنت تكلم على مسؤولية مباشرة دي الوكالة معنية بمناطق ما كانش الآطار ديالها اليوم تي ثم عشر سنوات لا أكثر من ذلك قبل أسبوعين فقط وزير الفلاحة ألغى استراتيجيات الواحة لألفين وثلاثين بدون ذكر الأسباب واش لأنه هادش اللي الدار ما كانش أو لأنه كان برنامج آخر لكي يجعلك واش هذه الواحة اللي هي الحزام ديال الوقف قدام تصحور في المغرب ما زال عنا كأفق بغناء ولا عنا نطحوها لحلاء هادش اللي هي محاولة ديال هجرة الجماعية غير الشرعية هادش اللي هي محاولة ديالهجرة الجماعية غير الشرعية هادو لا يمكن باش نقول وراء هادي مسؤولية داد الحكومة هادي مسؤولية سياسة حكومات لمدى ثلاثين واربعين سنة هي اللي اعطات هادشكل اللي هي حكومة ولا يمكن نحمي المسؤولية لهذه الحكومة واضح واضح سامن واضح واضح البراج استخطية الماء واذا تخطية الماء ثم تسدود السدود كان جلالة المالك مرحول محسن التاني ولكن كان عقل في سبتمية وتسعين اللي جاء المغرب ليس ملل فلاحيا مالك فلاحي مالك فلاحي سيدود هذا مالك فلاحي مالك فلاحي سيدود الوصف الوصف المغرب ليس ببيعات فلاحية وفي تالي سياسات الحدوين وفي حينا المغرب إذن موقفنا في باراجات ستويزي أرجو هذا اليوم تكاد ذلك شهدت هذه المحاولات العشرات ولمئات الناس في محاولة الهجرة غير شرعية في الفندق وكل شيء يتبعه وكل شيء يدعه تساؤلك يتساؤل لبعض في آخر المطاق فبقوا هذوك الناس في مواجهة قوى الأمن فينا هما واحد أكثر من 500 اسم يطبر الأماني مابلين مستشارين ونواب فينا هما واكثر من 260 ألف جمعية في البلاد المنتخبين المحليين كثر من 20 نقابة جيوش من ذوك المؤثرين والباحثين ومراكز البحث فينا هما هذو كلهم اختفوا وبقوا هذوك الناس أمامه في مواجهة رجال الأمس فضلا سيشوك أرهب كيف تنينا فضلا سهلا سيت كلهم أولا في هذه الأحداث أولا في الحقيقة نوجهه التحية ونشيده بالسلطات العمومية وقوى الأمن التي تتعمل على حماية الحدود الوطنية وأيضا على محاربة الهجرة السرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتزامات المغرب الدولية هذه الأحداث للشمال في الحقيقة حاول أنه يأخذها ضد الحكومة ولكن قبل أن نأتي هذه التساؤلات التي قلتها استجامة هو 1.5 مليون مغربي بين 15 و 24 سنة لما عندهم لقرية لديبلوم بين سنة 2011 و 2016 كانوا يكونوا في صفوف المدرسة وأنا تنعرفه كان مسؤول على السياسات الوقت لا ولكن تنترح هذه الأسئلة هذه الظاهرة أولا هذه الهجرة ليست جديدة كانت الهجرة القانونية والتي أعطتنا مغاربة العالم التي عاونوا الاقتصاد كانت الهجرة السرية قديمة قوارب الموت والتي أخفت في السنوات الأخيرة وكانت هذه الظاهرة الغريبة التي تسألنا جميعاً ظاهرة بطبيعة الحال لديها واحد الدوافع سوسيو اقتصادية واضحة التي لا ننكرها لا ننكرها أن بعض المناطق العدلة المجالية ما زال ما وصلتها لذلك الميتالية التي يريدها أن واحد المناطق ما زال مقدش فيها تقسير في التنمية ولكن كيف أنه تكون واحد الهجرة السرية تحول لواحد الاستعراض اللي عبقوا واحد السوشال ميديا والتي تم التغرير بواحد المراهقين يعني هذا كله يسائل الدور الأسرة الدور المدرسة الدور نحن كمنتخبين الدور يعني حتى الحس الوطني يعني يسائله كامل خاصة أن اللي هذا أرى ضبطه بعض السوشال ميديا وبعض المواقع المهادية لبلادنا إذن يجبنا كلنا بهدوء يعني نقشوف هذا الموضوع الذي يخاطبون اليوم هذه الضائرة غريبة وفريدة وخصنا حتى هذه المواقع اللي اليوم يعني يعني الانتشار ديالها وكيفاش كيفاش يعني تتسعد هذه الأمور وتتحول هذه الاستعرات أرى أمر خطير نحن كتمتيلية وطنية نتقشو فيه ونتقشو فيه بودوء ورسلنا نقطة أخيرة اللي بغيت نقول خصنا جميعا أننا الجدال السياسي ديالنا الجدال السياسي ديالنا وخاصة من المعارضة أو من جزء من المعارضة ما يكونش الوقود دياله هو يعني الوطن أو معاناة الشباب سبح موني سعيد في الحقيقة أنا السؤال اللي كانت سأل ديما هاد استجابة هاد الشباب واللي فيهم قاسروا لها الدعوة المشبوهة هذا هو السؤال اللي حدت علش بالضبط البيطالة كانت عندنا أول عام وخاطة ١١٠٠٠٠٠ كانت البيطالة وهي ماشي سرية هذه هجرة عالنية والنوع من الاحتجاج لأنه حارف رأسه ما يدخلش ولكن هذا نوع من الاحتجاج ماشي بالنهار وغادي أنا ما ندخلش كل وراءها أنا كنت سأل علش وعلش حال هاده ما كانوا يديروها أرجع للثقة هاد الشباب فقدوا الثقة لماذا فقدوا الثقة؟ لأن كما قالوا هذا الخطاب والارتياح والطمأنينة والانفصام بالواقع لم يكن يثقوا لأنهم قمتوا لهم أوراشتان وقفعتوها قمتوا فرصة نصف لها لا تستطيع فقدوا الثقة وأنا كنت أحمل المسؤولي أنا كنت أخاف عن البلاد على وطننا لأن اليوم إذا بقنا ساكتين خاصة هذه الضربة الواقع إذا بقنا ساكتين هذا الشباب ليس المعارضة لأنني ستقول لي في البلاد مرحنا بأخير وراء الأرقام مزيدة أنا كنت أقول لك الواقع وهذه المظاهر يعني هذا الشباب يخوف اليوم قلتوا كاملين مجتمع مدني منتخبون أحزاب سياسية فاعلين متقافون اليوم قلتوا كل حاجة بكل واقعية اليوم هذا الشباب يسألني لأن اليوم كما قلتين 4.3 من المليون ليس هنا غيمة من 23 و25 4.3 من المجلس الاقتصادي لا يوجد مدراسة لا يوجد خدمة لا يوجد تشاهد هذه قنبلة موقوطة في أي لحظة يمكن أن تنفجر خاصنا كاملين إعادة اتقاف سياسة وكما ندير إعادة اتقاف سياسة هو أن يريد سياسة يريد سياسة يريد تجارة لا يريد تجارة لأن اليوم المواطن يريد منتخبين يحسو به يريد خطاب صراحة لأن هذا الشباب لا يوجد القصر لا يوجد كوجة لأن كان لديهم مليون محفظة جاءت وحيتها وعطيتهم مئتين درهم لديهم هذا الطفل اليوم من أن يقرأ ومشي المدرسة لا يمشي المدرسة كان تيسير وتعاول الأسرة حيتهم تيسير وحيتهم اليوم محفظة وعطيتهم مئتين درهم ما كانت تصرف على تيسير نحو بقية مليار ما تصرفتها اليوم مئتين درهم ٦٠٠٠ algum صفتها السمحير ٦. sounding ٦.٠٠ ها مليار المنوزة سيتوويزي ليسي لا وما كمتش أنا فكرتي ووقتها جميلة. أنا اليوم السلطات العمومية فعلا قامت بالدور دي لحماية الحدود. أنا اليوم كنقول هذا. لماذا أنا قادرت على التقيقة؟ لأن اليوم هاد رجال الأمن والقوات المساعدة عدباتهم هذه الحكومة. اليوم كي خرجوا تحب التعليم. كتكون عندهم مطالب مشرعة ومكينفدوها. عاية القوات الأمن. هادوك هادوك الشبال لوش ديناهم والحكومة ما تبقعت ساكسات خرجت شرح لهم تحتهم أمور بالواقع. مشوش تسمى، مان عددش دكو رجال ومان عددش دكو رجال، مان عددش دكو رجال الأمن ومان عددش دكو المساعدة. تكذرات ك7 out. أنا في الواقع فيما يأخوص هذا الموضوع للأحداث اللي كانوا في المانتقه في هذا الموضوع وقالي. سأتذكرون في شيء عنها من بعد. هذا لقد يمتدقا في شيء هادوك أحداث ديال 2 دق. هنا كل هذا سؤال في الواقع سنخيم فيه بزاف بلادنا على أن تكش متفق معك في هذا الموضوع على أن تقه ها مش تقه لما كانش وكذلك نتساءلوا على كذلك على الانتخابات اللي دازوا في المغرب في الداوائي كلهم متى الدايل اللي الدقنا عليه في 6% ديال المشاركة يعني كيبا على أنك كي خطار بالنسبة كي واحد الفراغ كبير مشي الفراغ ديال الحكومة الفراغ ديال الحزاب ديال الحزاب ديال الحزاب وعقلينا واحد في واحد الفطراء اللي وصائل التواصل الاجتماعي مفاجرت بحضن في جزار اللي هو كبير جدا ما كاناش قادرين باش يمكننا أولا نحصنوا دوتنا ونحصوه لدنا ونحصنوا يروسنا من الآثات اللي كتجيبها هاد واسطة الجميع لإنا المؤترين أرى المؤترين اللي كي أطروا اللي جمعوا هاد الناس هادوا كلهم والمؤترين في الجانب السلبي المحتويات السلبية لإنا واحد عدد كبير من المحتويات لنا كي الفراغ كي الفراغ في الإعلام سواء الإعلام الإعلام الرسمي ديالنا اللي يخصوا يكلوا إيواكب هذا الموضوع لم يواكب هاد التطور الكبير وبالتالي فى لدينا هاد الفراغ شكو Mitch Welch عمروا هذه المؤترين السلبيين اللي كيبينو حاولوا تشوفوه الى الراهم تيك توك تيك توك صمت بالفكرة لا تيك توك لا تيك توك لازم حد شخص حكومة مخرج تسويحة لا 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 هنا ما أرى جعل شلمنا كمي كمي فكرة لان من التي خرجوا هاد النس هدو خرجوه هالن الان المؤترين يتقائيش العثور من المؤترين لان سينا وحنا خلينهم فيريسا لهاد النس هادو يوميا على ان المغرب ماشي بلاد ديال اللي يعيش ما فيه امال ما فيه كداب برد فيه الفساد برد فيه الريع وبقية هاد الكصيفة كالتعاود هادي سينيين هادي عصارات السينين حتى المواطن المغربي وحتى الشاب المغربي يعتقد على انه فعلا المغرب ما فيه والو المغرب لا تكون صراحة على أن المغرب نجح في واحد عدد كبير جداً من المشاريع وبيسير مغادرش يكون كيل كمان وفاشلنا في واحد العدد كبير من المسائل هاد شي يخص لصول المواطن المغربي نجحنا في واحد العدد المسائل ونضخموش نجحنا فيه ولكن لا يمكن أن نقوم بإدخلنا ونضخموش نجحنا فيه ولكن لا يمكن أن نقوم بإدخلنا في واحد العدد المسائل ونضخموش نجحنا فيه ولكن لا يمكن أن نقوم بإدخل المغرب داخل الاتفاقية ومتحدي الهجرة في بلادنا نحن كان نعرف أنه يجرقنا إذن عندنا وقد قموا بدور كبير فيما يخص بلدنا أصبحت مشغل مرور برد مرور وبرد استيطان إذن لا بدأ ونحنا جينا في تاريخنا جغرافيتنا هذه جينا بأوروبا بسبتها 200 متر الحدود أوروبا عن البحر 14 كم تلحدود وبالتالي جميع الناس من إفريقيا ومن إفريقيا إننا سيجيوا إلى هذه المنطقة وبالتالي نقول على أنه إحنا اللي يخصنا نعطرف به هو أن إدارة دينا الأمن دينا السلطات العمومية دينا أن تتعاملت بواحد حرافية كبيرة جدا مع هذا الموضوع إنما تجيك بعلاف والعشر الالاف ديناس في وقت واحد وتتعاملوا بهذه الطريقة هذه وتدروا هذا الأذن لا بد أن نوكل عليها ونفتخرها بها أنا بالنسبة لهذه الحالة اللي حصلت أمامنا دينا الفنين تقليل هي ماشي معزولة بعدها ماشي معزولة على واحد العداد دينا الأشياء اللي حدثت وطريقة التعامل للحكومة بها هيا كنت أعطينا واحد عنوان حارية دائما هو غياب الحكومة كان بدون نشكتوا في المسؤوليات كلنا مسؤولين المسؤول على تسير البلاد الأول هو الحكومة واش الدعوة لأن اقتحام سبتا كينا خمسة عشر يوم والحكومة شنو هي الأدروع دينا الحكومة هذا الشي اللي كيتقال بالمؤترين وللا لأبلورس كتتتت تخخش الحكومة ويخرج الناتق باسم الحكومة ويخرج لإعلام العمومي ويطير ثلاثة البرامج من الأوربعات البرامج ونضيروا دعوة ونقولوا للعائلة حاداري شدوا ليداتكم رأى هادي يمشيبوها أودر. ولكن ما قدرش. سمح لي. لأن كي اليأس كده. اللي استطعت هذه الحكومة تزعوه هو اليأس. لأنه كان يعطي الأحلام الورضية للناس. الحوز. حلال يوم في ذكرى هذه الحوز. 53 ألف دار هذه تعودت تعمير ديالها. بعد سنة ألف دار فقط لتصيبات. وش اليوم هاد البلاد اللي قلسين تموش ما يمشي معنطش لا. الناس احتشي حدمات المغرباشي ولا احتشي حدمات يهرب منظر العيس. هادوا شباب صغير وورين اليوم في عمر الظهور. ما خلقتيش لهم الآمل يتسنوف بعدهم عفل وثلاثين. لا سمح لي. 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 سي جبعا حملنا شوية لو قصدينها. اليوم الحكومة كانت تكلم مع رأسها. وكل شيء زوين. وكل شيء بقبول. المواطنة يقولك. اليوم اليوم الهياكل والنقابات تجتمع اليوم ضد الحكومة على القانون اللي غادي يتحويل في الجانب ديال التعاضل. الكنوبس للسينيسيس. واحد القرار اللي تيقولك اليوم موهي موبينة. وركن من الدولة الاجتماعية. تديروا الحكومة بوحدة. مع العلم أنها تقول يوميا نور عيسل حوال. تيقولك حنا الحوار الاجتماعي. مو معساس عندنا. أهم. فينا هو. مو معساس في الكلام. الموزكين اللي كيا من التعاضل. المسيجين. سياسي سياسي. تتكلمون بحركة. من لي كنجي فاش كتكدير التواصل من لي كنجي دو بغي تدير المنجز وكان الحكومة من لي كي بيجي رئيس الحكومة يدي المسألة الشهرية وكتجند معاه كل المواقع الخاصة وكتجين لبرلمان سبعين موقع وثمانين موقع كل هاد المواقع جندها رئيس الحكومة باش يقولون المغربة بأن هادك لهي جرال عالنية غير صحية هذا الفكرة وإندم نعقب على هاد الفكرة اليوم المعارضة الاخوان في المعارضة جزموا ان الحادث ديال الفنيدق هو نوع من الاحتجاج ويعكس اليأس. هاد شيء اللي جزمتو. انا نحي لكم الواحد له في دي باغ. وقع في اقليم بول ما نستي الحموني. في جامعة اسمي تسرغينا. مني جا واحد العابد. واحد العابد. وقال المواطنين راكين الكنز في واحد الجبل. شحال جاو في عهد الحكومة السابقة. شحال جاو. جات الالاف غوب делح الحكومة. واش هذا متال؟ هذا متال? هذا متال? هذا متال? قلق المباشر قد بالترغينا به المتال. انا انتوا معكسين. سمح لي. هذا المشكل اللي جددك انكتبش يتقارنو حد 1989? ماشي 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 ما تنقولوش. احنا معمرنا قلنا. ان الانتالية حكومة م ATC وما انت ترسوه المكتب ياما هذا حدث المواجب يأنا الواجب الوزير في 2011 يقول منهم القليل بكية غلي من طاح العمارة دي البورغون دواش الوزير الواجب زبز رغيوا كتسولي دار المكتب لن يخلق السجامة إلا سمحتي كانت عندي الكلمة إلا سمحتي إلا سمحتي يا سي رافيدي إلا سمحتي مركز عندي شوف هذه ندوز القضية الغالاء كان واحد نقاش الآن يعني كان البعض يقول بأنه كان الغالاء الأسعار وكان تدهور القدر الشرائية للمواطنين في الدخول المدراسة وكان وجهات نظر أخرى كانت تقول بأنه كان إجراءات التوخيدات خففت من هذا الشي وأن هذا الشي ما صحيحش بزاف سي شوكي واشهد في صحيح أو لا مبلغ فيه لا كاينة أنا إلا كنت جيت اليوم وهضرت مع المغاربة وقلت لهم أن ما كينش الغالاء سأكون كاذبا يك الغالاء اللي كاين الأرقام مرة أخرى أرقام رابين 22 و 23 كانت تضخم وصل دير أم بيك ديال 11% وبين 22 و 23 كانت 7% الرقم اليوم هو 1.7% هذا هو التضخم واخر واخر الانطباع العام لانطباع العام للمواطنين هو كين الغالاء لماذا؟ لأن بعض المواد الأساسية الغدائية تماني لها غالي ولكن الحكومة ليست وقفة حكومة هذا الشي رهب مقابله مقابله كيف مقابله؟ ركاين جماعات اليوم دار جماعات على القطاع الفلاحي لأنه باش تخرج تدقى واحد الحلول لواحد المشاكين المعقدة اللي من ضمنها أسي راشد الإشكالية ديال الماء الماء اللي كانت الفلاحة تتمشي الماء اللي كانت تتسخر له 5 مليار متر مكعب ماذا تتسخر له اليوم؟ أقل من مليار 800 مليون متر مكعب هذا كله مرة أخرى وسمحوا لي ركاين باين على واحد السياسة مائية اللي كان عندنا واحد رئيس الحكومة اللي كانت يقول فتح الروبين يجري الماء وصلنا بهذه الشعبوية حتى كنا وصلنا كون ما تحولش المملل الأحواض اللي إكسيدون طيغ الأحواض الأخرى كنا نفتح الروبين ما يجري الماء ولكن هذا الشيء الحكومة ما بقتش وقفة لابدت بالجراءات لمساعدة القدر многиеodelام المواطنين من ضد تعيينها كما Usually Upper الأجراءات إليه عاما في الأجوtar وزيادة القطاعية؟ لا كما هي حماية القدر الشرائية المواطنين؟ ما زلاس الدعم الإجتماعي المباشر الذي ميم من 4 ملايون الأساكنة؟ لا ميمال its chief inесяאת لا كما هي حماية القدر恭喜 وماذا منع غالاء فاتورة الكهرباء المواطنين. Dusty لا كما هي دفاع القدر الشرائية في مغربي and you can easily ما هي الدعم المباشر الفلاحة والمهنية القطاع بنقل. ماشي دفاع القدرة الشرائية للمواطنين. هاد شي كله. هاد شي كله. انتو ما تتقولوا. قا ما كين هاد شي كله. و لكن. اكراهات. 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 ماشي يكتبوا. ارى هاد الحكومة الولايات. يعني ارى هاد درس. تلاتة سنة الولايات. تاولايا ما كملتاش. ماشي متلاتة سنة. لانسبو. لانسبو لهات شي كله. اذا احنا باش نقولوا ان الحكومة خلات القدرة الشرائية للمواطنين. انتنخفض. هاد هي ماشي الحقيقة. انا ماشي تعقب. ولكن فهات شي دي الغلاء دي الاسعار وكلفة المعيشة. عندي جوج حويش. عندي الواقع. وعندي المؤسسات الرسمية والدستورية. ماشي حنا. مؤسسات الحكامة للمتميتش الحزم. لقيت لك ربعة فاصيلة. ثلاثة فاصيلة. جوج مليون أسرة. تطلعها تربط الفقرة. اليوم. الاتمينة التي يشوفها المواطنين. انت قلت بأن تدخم كان حضاش. ارجع واحد ياك. الاتمينة فقط مستقرة. الاتمينة بقتها هي. قلت اعطيتوا واحد الدعم بالملاير. دعمتوا. نعطي كميتة دي اللحم. اعطيتوا الملاير. كي تجيبوا. وعفيتهم من الضريبة. وعفيتهم من الرسم الجمركية. وعطيتهم دعم بالنسبة للأغنى بخمسمائة درم من الرأس. هذا الشيء كي نخفضه التمان. كيف حال اليوم اللحم كيدير؟ 140 درهم. في العيد هذه الحوالي التي يجبتهم. في مين كائنة. المغاربة كانت في السوق. اليوم رأيهم في العراسات. اليوم رأيهم يتبعون بنفسه ما استفد من الدعم. قبل ان اضعوا مولد جاج تعلب. هؤلاء ديوما الذين يستفدون من الدعم. لم يستفدون لمغاربة. هؤلاء كلاواء الغلب. اليوم المغاربة لم يرى أثار. من هذا ما أعطيتهم. لم يكن كدبك شيء. كيف هو الأثار؟ في نوال أحب قاميو 40 دعونا. دعونا كل فلوسفة الميزانية العامة. نديروا بها شوية طريق. أعطيتهم الواحد اللي حفنا. اللي هي استفدات من هاد الدعم. اليوم. شوفوا خاتكون غينية مليون. مقارنة بالمقارنة. هناك معارضة عطينا مقترح. مقترح ينبغى الحكومة تتناقشه. قلنا أي دعم. كل شيء مادة يكون تصغيف ديالها. مثلا دبت دقيق المدعم. على جدال لأن هذا هو المنطق كان أعطي واحد دعم. يجب أن يثقف. لذلك أعطيت الصحاب اللحم الذين يجيبوا. وغي البارح. جاءت 1300 رأس. ما زال كي يستوردوا. هذه ثلاث سنية. البارح جاءت. أعطيتك الدعم. أخوي يثقف لك بـ 1090 رهب. ودبخ هل يجب أن يكون كل يجيب. هل فوت 300 رأس لخلط البارح من فرنسا. لأنه يستفيد لأنه يستفيد لأنه يستفيد لأنه يستفيد من الدعم الدولة ويبيعه بحال لأنه معرفه في المغرب كائن ومستفيد لأنه يجب ترحولي بـ 500 درهم ويبيعه بـ 500 درهم ويبيعه كأنك مربيه ماذا ترحل بـ 500 درهم ويضربها في الألاف ديار وقص الأغرام بار كرار بحوه هل تستطيع التوزي فادشي؟ فيما يخص غلاء الأسعار هذا اللي قال لك ما كيش غلاء قلتها واحد النهار ما عيش في البلاد كان غلاء الأسعار واش الحكومة ما درت حاجة في موجهة الغلاء؟ أقول الحكومة دارت مجهود كبير جدا فيما يخص هذا الموضوع باش يمكن يتحدو هاد الغلاء الأسعار فيما يخص مثلا هاد القضية ديال التضخم تضخم ما عمرك يرجع بلستو في العالم من ناحية التقنية إذا تزاد التضخم ما بقي ترجع لتضخم بلستو ليبري ما عمرك يرجع بلستو أبدا ما هو المجهود الذي يدار؟ المجهود كبير تضخم 97 مليار ديال المقصة في عامين 97 مليار أراه حساب الدار بالدعم الأخير فيما يخص الخضار دعم للأخر ديال البطاطا مليون ونص على الكثار دعم اللي بيع حرط البطاطا ديال زرعة كذا كذا مليون ونص في الكثار ونص على ما أدود وانا يحصل على ما أدود وانا يحصل على ذلك وانا يحصل على دعم لا 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 ذكر مع المغرباء بيكون صراحة. راي يكون ما كانت الدعم غد تكون خمسات درهم. راي كانت مضيشها باربعين درهم بعشرين درهم. كانت تلفلها بخمسة وعشرين درهم. كانت لقرأها ببعن. كانت أتمينة خيالية. وبالتالي قاعد العملية. ذلك الدعم ليدرات الحكومة. يجعلكهم مهم. باش يكون في هذه المستويات. وكي. انا كنقول باقي غالي. وكي نقول في ما يخص الدعم. تفق معه الدعم. هاد القضية الدخسة يجب اعادة نظر فيه. بخصنا نعيد فيه النظر. بالخصصة ش دي اللحوط. لانه دست جرباتي. تجربة مانا ما نجحاتش. جربة مانا ما نجحاتش. جربة مانا ما نجحاتش. امدا. واش تاريك يا شي. احنا الحكومة دارتي. في المالية العمومية. باش يمكن تسعى المواطن. ثم كذلك منساوش الدو. الدو عشرات الملاير ديال الدرهم. باش ميتزلش الماء باش ميتزلش الضو. يدنا هدو كلهم اجراءات. دارتهم حكوية محافظة على القوة الشيئية. ولكم ما غالصنا الدوات يجاب التامن اللي كانت فيها. لانكي. اللي بغيت نقول جوج فكرات في عشرين تانية. الاخوان ماشي غالطين. حناية نقول لهم شوفوا نصف الكأس الممتلئ. ان القدرة الشرائية للمواطنين. ارا كانت غادي تنزل باكتر من ذلك. كونما هاد الاجراءات كلها. ما ننسوش. تلاف وخمسمائة درهم. باش ما نهضروش. بل ما رينا نهضروه يا رب الدرهم. تلتلاف وخمسمائة درهم كحد ادنا الاجر الموضة. في عشرة فلمياد الاضافة لالسميق. الاشكالية. واسمح لي. الاشكالية. الاشكالية. الاشكالية للحوم. الاشكالية للحوم. هي الاشكالية مؤقدة. لان فيها فيها السلالة المغربية. فيها الكثاب تهو. واش حال غادي نديره. لكي يخصروا صعيب. بزعمة نعترف. سي شاهد. يقول سي توزير. انه كل ما كانوا يشهدوا لاجراءات. كنا نتوقعوا. يعني أسعار وأسعار أكثر وأكثر. بالنسبة للنفات الشرائية. من انطلاق الحكومة. الحكومة استعملت جوج الأقل. في مرحلة الأولى. كانوا يقولون بظروف الدولية. ظروف الدولية ومتائج قفيد وعرض. موضوع يمون. سأل هذا الموضوع. من هذا الموضوع. من هذا الموضوع. هذا الخطاب الذي يقول السي حمد الآن. والذي قالوا السي شوكي. الذي يمنونه على المغربة. لا 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 لا. قل معنا. قل معنا. واسمح لي راسمانك. ولا إذا كنت أقول. واسبروا. واسبروا. واسبروا شوية. واسبروا. أنا نقول لك. وراء كون مشيحنة. كون مشيحنة. ما تاكلوش. دابة شوية. ما تاكلوش اللحم. كون مشيحنة. ما تاكلوش. هالخطاب اللي تقل يوم. اللي كيقول. متوازين دي الناس في الكأس اللي كيقول. شو خيكون تاكلوش دائما. ما عندنش مشيك. المشكل لأننا طلط الوقت. سنقولوه العمزين. وبيعننا. لازم كنت مشكل. وليتوها اليوم. قد بغير اليوم. الاعلام اللي تيخرج. الموازين دي الحكومة كله. سيد رئيس الحكومة. كل شكالية. صيد رئيس الحكومة. كل شيحنة نضلي. كون شكالية. لتقلم عليها سي. حموني اليوم ديك تقلم من دوبيا السمية لتخطيط. خطير الغاية. تقول لك كثير من ثلاثة ملايين مغاربة نزلت حتى عزبط الفقر. عشان تطلع انت بخلص مياه الدلم. تيقول لك اليوم ارتفاع معدل الفقر في ضلد الحكومة واحد فاصيلة جوج. لا استفاصيلة استا. تيقول لك اثنين وثمانين فاصيلة ستم لمغاربة موسى صراحت بتدهور مستوى. لأكثر من ذلك. وهي المؤشر الخطير اللي قال. قال لك تيجاع المغاربة لي اول مرة الاستهلاك للابناء. كانوا لمغاربة ولككimize كنا Brooke. ذاكي الربيل ليس لا يحدثur. اليوم لمغاربة في كريدي؟ لكي ليس Mason. الكيلة. هل هناك واو. هو الأسر المغاربية تلجؤ الى الاحتراض من عزل سيشا هاي تلعطيني مؤشيرات انطباعية هدر لي المؤشيرات جلبونك المغاربة الله يخليك هذه هي الشيرات انطباعية اللي تنفيها المواطنة والصريحية كيف يقولها بلاتي نقول لك تيقولها من جوبية السمية لتخطير ويشوفهم على المغاربة شوف الكريدي والمغاربة كلهم تيكريدي شوف عاربوليك باش مفاجة فجم وصلات الكريدي ديال المغاربة اليوم 395 مليار ديال الدرام المغاربة اليوم اللي تيتمشاوا لانهم تيكريديو من الابناء لكيقرروا ولادهم لانا تيكريديو من الابناء الدعم الي كيتعطى اللي التكلمت عديده لا تكلمت الكريدي دعم الي تيتعطى ليهم الدعم الي للأسف تتستفيد منه فئات يمكن نسميهم اه اغنية الحق ولكن هادو اغنية اتنمية تجار الأزمات اللي كتستغلي للأسف ولكن للأسف هرها تتعطى هاد الدعم واللي من بعد إذا كنت يرجع من بعد. وقلنا نشرنا لها. قلنا نرى اليوم هذا الشيء الذي فتحتوا الباب. الباب الذي فتحتوه فيه. الاستيراد. يومي على حساب الإنتاج الداخلي. وليس يبقى لديهم إنتاج الداخلي. ومن يومي أن نستوردون إيمان. ومن يومي أن نستوردون إيمان. هالفئة التي تبدأ تستورد. إذا كنت تقول لها فئة ضغطة. ولوبي تتحكم السياسية. ولوبي يقوم بإصالة. سيتيم وتقيمه. ماشي تقيمه غير ان يقول واحد قضي يدركها سعد راحيب برسوك. مختفى سعد راحيب برسوك. واشي حكومة. هادي حكومة هادي ندرك. الاطار فاججت. واش خالش في الاطار هالشي كيتراء اللي قلت انت جزء من نصحيح. هالشي قد قول. واش ما كريش. في العالم. راه هاد الازمال اللي كانوا اللي نعاود نكررها لك. ولكن في العالم خلق المسيح الملكي. راح نلليك. راه ننتجي. لآدو فرنسا دوبر على ثلاثة. المعيشة دوبات على ثلاثة. فرنسا دول الغابياءة. شوف اعد المكانية لصنطر مننا. واضع 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 واضع. شوف الازمال التالي. شوف الاجوش حال فرنسا. عد رقم ماشيح. هاد الدول داروا اجراءات. هاد الدول دفت اجراءات. آد رقم. لا هاد حكومة جاءت دربيا غد تعطيك شي قلتي واشفق شي طبقة متوسطة دابا اليوم في هاد الوقت في هاد البلد عناسي حميان دابا طبقة المتوسطة ايجراء المندوبية السامية تقول في المندوبية السامية التخطيط كيف تعرف الطبقة المتوسطة بخص ماكي اشتياسي السيجان اشتياسي السيجان المعارضة بدأت تتهضر على الطبقة المتوسطة هادا اعتراف ضيمني ان واحد طبقة اللي التحت راه الحكومة وواكبتهم وعاونتهم وقعا نقطة اخيرة انا اعطي نفعم خمسمية درام معطيش حال نهار ستاش درام من نهار وكان خرج خلق ستاتس درام لا اخذ 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 ويوجد ملف تاوشائك في الطلبات كالطب تقريباً سنة. ويوصل إلى نقطة العودة على المتتبعين. ما يحلل في أفق السرحمون؟ في حقيقة كيف يختصر؟ هل يمكن أن يخصوا حلقة؟ لا يمكن أن يكون لدينا حلقة. لا يمكن أن يكون لدينا حلقة السياق فجأة. لن يمكن أن يكون لدينا فرقة معارضة. لا يمكن أن يكون لدينا حلقة. لكن يجب أن يكون لدينا نظر. لأن تريد أن تصريح مختصر. ما الذي يكون لدينا فرقة؟ في حقيقة اليوم هذه الأزمة لحكومة لا يمكن أن تحلها. ستكون لدينا وصمة عار. وصمة عار على هذه الحكومة. كانت أزمات كبيرة. وحلناهم. كانت الربيع العربي. وقلصنا وحلم. لا يمكن أن يكون لدينا مشكلة مع الطلبات. والشبح لدينا. ولكن مستقلة الأصلاح بالمقاومة كبيرة. Croatia إذا أعجلوا. لم يمكن أن يكون لدينا حلقة إلى مشكلة لأن إتفاق مع جميع الأطراف. ومن المتدخين. وستجد عبداء Имحي د bestimmطل. لا مناسب لدينا ح additive و لم أريد اللقاء من المسؤوليتين. الوزير. هذا الحكومة. واضح. لأن هذا الوزير ماشي سيكبرمن غايدين اللي يبغى. فراء الحكومة. سيت ويزي. أنا في هذا الموضوع ديال طلبة تبو الصيدالة. في الواقع معيطنا كبرلمان الوزراء بجولز وزير التعليم العالي ووزير الصحة. أعطاوه. دك الشي اللي وصلوا. دك الشي اللي يعطاوه في مخص المفوضات معهم مع الطالبة ديال كل التب. خرجنا كاملين. رؤوسة الفوروك المعارضة وأغلبية مقتنعين. بإما تكشفت الحكومة فيه الصوابق الصدري يدخلوا من درسها. مقتنعين كاملين. آه. ما كله. كله مقتنعين. مخفقته. لا لا لا. خلي 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 خلي. لا لا. ما كانت تلاتة نقاط. ولغين سوما الأغلبية. تفقنا. لا تفقنا. واش مجدها؟. كلمة حاضر. وسمح ليها. كلمة حاضر. تفقنا ومشي باقتراح من سعبدو بوانو. باش نديرو. ومعاهم في اجتماع. انا من نجت. وقلنا غيرا ندروا في اجتماع. وكان لها در بسبعة. قلنا خسنا نمشيوا عند الطالبة. ونحاولوا ما امكن نقنعوهم. بهذا الشي اللي اعتادوا حكومة لهم زي خسن. كون امين. 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 احنا نفرق لنا قليك ما ندروا هاد الواسطة. لا. 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 لا ادرناها كما اجتمعنا. 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 لا 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 نحن لا نقوم بالسياسة لا نقوم بالسياسة هذا قضية وطنية هذا قضية خطيرة جدا وبالتالي يتفكرنا كان واب الأمة كروساء الفروق لنعطيه هذا المساج لا أعطيناه ورئيسي يجب أن نعطيه زعماج كيف يشترى هذا الشيء نحن نعرفه لا نقوم بالتفكير لا نقوم بالتفكير نادر بوانو ربقيحي قال لي بقى الحكومة لا نقوم بالتفكير تفكري على الحكومة أعطيتهم في دياموضع إذا خلقوا ودخلوا لهم درسة دياموضة ونحن نحن نفكر لا نحن نفكر لا نحن نفكر سياسة هذا مجمع لا نظن مهم لأن المواطنين يسمعون لا نقوم بالتفكير المهم عند الناس ما هي الحكومة؟ هذه مسؤولية الحكومة الحكومة درت مبادرة وجهات أخرى درت مبادرة وجهات أخرى درت مبادرة هذا الكلام الحقيقة اللي لدينا اليوم هو أننا نعمل شريف السنة اليوم لا نحن 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 المشكلة بالنسبة للناس كي تعنت دي الوزير باش أنه يوصل في حلول مع هالناس ولكن تيفان بأن الأبر أكبر من تعنت وزير تعطيك شما أكبر أكبر ماذا تعني؟ وزير تعني؟ 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 سحمد الخيمالك أنتم عارفين أنتم عارفين أنتم عارفين أنتم عامين خارجية طلبة عامين خارجية وفوتوا لا يمكن لا يمكن لا يخليك اليوم كي ينشي مظاهر لم ينصب الأنس يصدقها وليس يمكنك ترفضها من عد الطلبة ما يقول لك اليوم من اللي تعينه في البرامج الحكومية في المجاليس الحكومية في المناصب العلية في البلاد كتقولي هاد الناس اللي كانت تعينهم في المناصب العلية مكونين مزيان وقرين مزيان وكملت قرين دي الهم مزيان طلبي اليوم ديال الطيب و ديال الصيدة اللذي بنت revelation من خمسالاف ساحه settle in 5000 ساحه تقول لك انا نقرر إكمل خريتي ليس ت hopedよね لا 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 كلت نعطي واحد لمضايا , قلت تقول له انت لا انا بنت نخرج لك فقط تلاف ساحه ويريدام تقول له خطأ لا الاخن真的 ساعت لي لما يقول ما طلبت الصيدلة تسعين في المئة صدق وافقوا عندك شي لقال الوزين ومن بعد تراجع الوزين على أميدان في المشكلة جامعك يقولك عدام الإجعيات القواني لماذا سنراجع لي احنا اللي دخلنا برمياري دوزيان قبل يطبقوا على جزاز هذا هو المشكلة اللي بقى لا أقولوش لأخير هاول لحكم على خطار كل المسؤولية لكي نتلقى لحكم المشكلة هذا الخطاب السعب راحي هو اللي جعل هذا الخطاب ديالنا ماشي ديالنا ديالنا كامل يجعل أنه طلبة شكو اللي الفرص كيقوله بالعربية اللي ما ساقش خبار وما الناس اللي يجيون من البادية اللي والناس اللي طباء اللي يقولون انتوا يتمنى يكون تباير غدا ويزايلتوا من كده اللي ما فرصوا ما يحاودوا هل ستدخل لسيتا شكي دور الداخل وانتم عارفين شكي دور داخل الله يحاول برياني نحن ما كيدرون السياسة للشي الموضوع تطلحكو بخص ناسي تحلو ناسي تحلو ناسي تحلو 2015 كالالشيف 2015 على مدى 2017 2017 2018 عش كيدرون يوك الناس كيدرون الزقاء ما كي مشكلة نراجعو كما قلت اللي يخلق ستشوكي 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 اللي بغيتوها نحن جميعا نتفهم حرصكم على جودة التكوين اللي بغيتوها ولكن أيضا الحكومة أيضا حريصة على جودة هذا التكوين واللي بغيت نقول أن كي هنا واحد الحاجة اللي التواحد ما هضرع لها هي الاتفاق هي الإطار بين وزارة الصحة وزارة التعليم العالي ووزارة البالية والميزانية لحدات وحد خاء بمثابة خارطة طريق لإصلاح دراسة الطبية لحدة المناصب البداغوجية لحدة المناصب ديال في الكلية لحصات الميزانية وخليهون غير كملوا 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 يستهضروا يستهضروا وانا شي لا مرuo pink هالشي مقنع وانا شيء ما يشوف التبيط طロ harmed هالشي إعطależy نتيجة كانت اتقادية للمحاضر التي ادارت مع هذه الطلبة و لم تفد عليك كلهم هذه الساعة للمقاط التي كانت في الملف الأطلابي تدع الطلبة كانت قد قبل وتحجمت فعلت فيها نحن اللي تنتبه من الطلبة المحاضر السابقة السي راشيد المحاضر السابقة السي الحموني تنظر في الحكومة السابقة انا تنظر اللي بغي يقول سي تويزي الطلبة هو ان يد طلبة ديالنا يريدو يديهم الحكومة و ان شاء الله رايك قريم تال حكومة تريدو تال حكومة تريدو طلبة اليوم يقول لك نحن ماشي ضد هذا الإصلاح نحن ماشي ضد الحكومة لان عندها صلاح تجيب الإصلاح يقول لك نحن اللي دخلنا في لغة تعاقدنا من البرومياراني على سبع سنين ها البرومياراني لفوق يلتزمو بدك شير تعاقدنا عليه طلبة اللي بغوي يجيو غدي يطبقوا سنين هذا هو الطلبة شكرا لك شكرا لك شهر